أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصري في وزيرة السياحة حرص مملكة البحرين على تنمية السياحة البينية العربية وزيادة إسهام هذا النوع من السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول العربية مشيرة إلى أن وزارة السياحة تسعى دائماً لتفعيل التعاون السياحي مع الدول العربية الشقيقة والارتقاء بالقطاع السياحي في المنطقة العربية وتعزيز جاذبيته وتنافسيته جاء ذلك خلال استقبال سعادتها لمعالي سيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي وزير السياحة والأثار في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في لقاء أكد خلاله الطرفين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات وما يربط الشعبين من أواصر أخوة ممتدة على مر السنين وانعكس ذلك إيجابا على التبادل السياحي بين المملكتين وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجال السياحي والتعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية إضافة إلى مناقشة إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة من خلال تنظيم حزم سياحية تضم البلدين في برنامج واحد يستطيع أن يقدم للسائح تجربة فريدة تجمع بلدين يتمتعان بعوامل جذب سياحي متنوعة كما بحث اللقاء التعاون بين الجانبين في قطاع صناعة المعارض خاصة بعد تدشين مركز البحرين العالمي للمعارض والذي سيعزز موقع مملكة البحرين في ريالة تنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية على مستوى المنطقة باعتباره أحد أكبر وأحدث المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر